مرحبا بكم من جديد ملفات عديدة الملف الأول سيكون ملف نظافة الخرطوم على ضوء مستجدات حدثت في هذا الملف سننتقل أيضا في الساعة الأولى إلى ولاية شرق دارفور عبر اتصال خاص ببرنامج مجريات الأحداث لوالي ولاية شرق دارفور السيد أنس عمر لمعرفة أبرز المستجدات الخدمية والتنموية في ولاية شرق دارفور أما في الساعة الثانية فلدينا ضيف محور ولكن قبلا في هذه الساعة بالتأكيد هناك ملف يتعلق بمشاركة السودان في مؤتمر المحاميين العرب الذي اختتم أعماله مؤخرا في العاصمة التونسية تونس سنحاول أن نتعرف على أبعاد ورمزية ودلالات مشاركة السودان في هذا المؤتمر الذي أحدث فيه السودان حراكا واسعا وخرج بقرارات تدعم قضية السودان في مساراته السياسية وعلاقاته مع الغرب في الساعة الثانية لدينا وقفة مهمة جدا في ملف رئيسي علاقة السودان مع مصر على خلفية تحركات المصرية في منطقة حلايب وعطاء تنقيب عن النفط مع رئيس تحرير الصحيفة اليوم التالي دكتور مزمل أبو القاسم إلى جانب وقفة أخيرة حول مبادرات وأنشطة مركز صلاح ونسي لأبحاث السرطان إذن ملفات مهمة ملفات تستحق المتابعة دعونا نبدأ بأول الملفات حيث أوقفت سلطات ولاية الخرطوم يوم السبب شركة نظافة خاصة عن العمل بصورة نهائية السبب لإخلالها بشرط الكفاءة الوارد في العقد مع ولاية الخرطوم وكانت ولاية الخرطوم قد تعاقدت مع عدد من الشركات الخاصة لتولية مسؤولية النظافة وكانت أيضا المحلية أمهل الشركات النظافة مدة أسبوع بالعاصمة لرفع كفالة العمل وإزالة ما وصفته في البيان بالتردي اعتمد الاجتماع عودة خدمات النظافة وسحب النفايات المنزلية من الباب على مدار اليوم لمدة ثلاثة ورديات عمل سنحاول أن نفصل في هذا الملف نتعرف على أبعاد هذا القرار لماذا سحبت الرخصة من هذه الشركة وكيف هو الحال الآن فيما يلي نظافة ولاية الخرطوم لكن دعونا نتابع هذا التقرير وبعده نفصل في أولى ملفات مجريات الأحداث ظلت أزمة نظافة الخرطوم هي من الهواجس الأساسية لكل مسؤول حكومي يتولى ملف الخدمات في الولاية ويعتبر الخريف دائما هو الكاشف لحصيلة الجهد والعمل في هذا المشروع وتكون العود بالعمل المبكر في السنوات القادمات بيئة الخرطوم المتردية وسوء النظافة في الشوارع والأسواق جعل من محلية الخرطوم تراجع عقود الشركات ويقاف أحد هذه الشركات للقصور في آداء مهامها هي خطوة وجدت الاستحسان لكن لا يكتمل العمل إلا بالمتابعة المستمرة لهذه الشركات وينعكاس هذا الاهتمام واقعا في شوارع وبئة أحياء الخرطوم فالمواطن الذي يدفع من ماله يرغب أن تنعكس مدفوعاته إلى عمل ونظافة وجمال في شوارعه مرحب بكم من جديد سنحاول أن يكون معنا السيد حسن محمد إبراهيم المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم لنتعرف عبره على مستجدات ملف النظافة في ولاية الخرطوم هذا الملف الذي وصف كثيرا بأنه الذي أعيى الطبيب المداوية ملف نظافة ولاية الخرطوم عقبات كثيرة جدا تعترض هذا الملف إشكاليات عديدة جدا اعترف بها المعتمدون المتلاحقون على هذا الملف هيئة نظافة الخرطوم إدارية الخرطوم الوحدات المختلفة جدا شكت وما زالت تشكو من ملف نظافة ولاية الخرطوم تحديدا محلية الخرطوم لماذا كل هذه الإشكاليات تتعلق من نظافة الخرطوم لماذا دائما هناك إشكالية في العقد الذي يبرم مع شركات سواء كان من الداخل أو من الخارج لماذا تفشل الآليات التي تخصص لجميع الأحياة في الاستمرار في دوامة أن تكون هناك نظافة بصورة راتبة بصورة يومية كل هذه التساؤلات تساؤلات مشروعة تطرح من قبل المواطن عندما يدور الحديث حول ملف النظافة في ولاية الخرطوم يبدو أننا لم نتمكن من التواصل مع السيد حسن محمد إبراهيم وكنا قد نسقنا معه مسبقا للدخول معنا ومعرفة تفاصيل أكثر حول ملف النظافة في ولاية الخرطوم على ضوء إيقاف سلطات الولاية يوم السبت شركة نظافة خاصة عن العمل بصورة نهائية لإخلالها عن الشرط الذي أبرم مع ولاية الخرطوم عموما